السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الفلاح أهل عن الفلاح اللهم أكبر أهل عن الفلاح أهل عن الفلاح وعلا اشتركوا في القناة 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 خلوطة اليوم والليلة فإن هم طاعوك لذلك فأعلموا مما الله خضر عليهم صدفة تأخذ بالأثنيائهم فترد على فضائهم وإياك وكراك أموانهم واتقي دعوك المظلوم فليس بينها وليل الله هجاب بهذه الوصايا ذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معال بما تشكروا فيهم قال لكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أعبر أبي ولا آلوا وقال أبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رفض رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أيها الإصدقاء شباب محمد صلى الله عليه وسلم إما قالت في أيام الوضع وإما سفراء الإسلام وإما دعاة للحق شباب ذل المصول المعالي وما عمل روسي والإسلاميين إذا شكدوا الوضع كانوا كماتا يدكون المعاقل والعصومة وإن جد المساء فلا تراهم من الإشراق إلا ساجدين يمضي وجهك طريل الجهة الشرق لن تجد في بلاد السن والهن مع اعتدالها إلى بلاد الإنجاب والإنجاب لن تجد إلا عاكفا على قوبا أو غاكفا من النار أو طارق من على طريعة يعبدها هكذا كان الحال فأرق ذلك مدع محمد بن القاسد فانباع وهو الشاب يافع من باع إلى أقصى الشرق ليهدم كيام المثنية ويقين كيام لا إله إلا الله ولا عمولية إلا إلا إلاه ولا الضراحة والانسكام إلا بين يدينا لم يتجاوز سنه السابع عشر من عمره ساس الجيوشا لسبع عشر تحدة ولياته عندك في أشغال فغلت فيه أخواتهم وسمت به همم الملوك والصورة الأمطال فالمسلمون اليوم هناك يدينون من فضل محمد بن القاسد الفقافي كننا يعرف عبر عبد العزيز الذي عده ضعه أئمة الإسلام خالص من خلصات الراشدين عبر عبد العزيز من الإنجاز أو الفضل بأطلاقه فكان يبني في نشغال العبودية أتدري من هي شغارة المدن؟ ومن أين انطلق عبر عبد العزيز؟ انطلق الإنجاز صغير عبد الملك لعمر عبد العزيز سجل هذه الشهادة أبو الرعيم الفقهية عن بعض الأشيخة أهل الشام قال كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما تسابق في عبادة ما رأى تنبيه عبد الملك إذا جد لنا الحقيقة عبد الملك ولو صورة الواحدة هكذا يقول عاثر إذن أبي مكر نزلت على عبد الملك لعمر عبد العزيز وهو عزم فكنت معه في بيته فصلينا العشاء وآوى كل رجلي إلى فراشه ثم قام عبد الملك للنسباج من أطفاله ثم يقام يصلي حتى ذهب لي النوم فاستيقضوا فهو في هذه الآية وفرأيت إن مدعناهم سنين ثم جلاءهم ما كانوا يعلون ما أفعل عنهم ما كانوا يمتعون فيبكين ثم يسجع عليها فإذا فرغ منها فعرف ذلك عبد الميز ابن عبد العزيز هو الذي بيّر حياة عبد عبد العزيز حين استشاطه في تلك الأموال التي وإذها عبد كان قبل عمماؤنا كثر أيها الإخوة منهم مالك ابن هنس الذي كان قضر طلف باباقهم تأهل الفتوى وهو في الواحد والرشدين من سنه ولم يتأهل الفتوى لأنه حفر كتابا أو مذكرة أو مصودة كلا من لم يتأهل الفتوى حتى شهد له أمعون من أهل العمال من أهل المدينة كلهم يقول بلدت يا بارك المخالي صادم الصغير كتب التالث الكبير وهو الثمانعشرة سنة يقول لما ربعت في ست عشرة سنة حفلت مطمئ بالمبارك وأكيد وعرفت كلام أصحاب الرجل البخاري دسل على شهد الجميلين وهو الثمانعشرة سنة فإذا بينه وبينه وبينها فالاختلاف في الحديث فلما وصل به الجميلين قال جاثر ينسل بيننا فعرضا عليه جديد فقضى للجميلين أن الحق كان في جانبه المدينة رشد الله تعالى كان صغيراً وكان يخرج من بيته إلى خلف العمل وهو صغير صغير يعترضه شيخ يهودين فيسأله في بعض المساكل فيجيبه على عجل لأنه كان في طريق الدرس وأخذ هذا الشيخ يهودين يسأله يوماً معنى يومه إلى الجدل وجمع الشباب فانتهى الحال لهذا الشيخ الكبير أن أسلم على يده الصبيل الصغير إذا كان اليهود يرسلم عنه من يده في صباحه وفي صبره فكم على الذين أسلموا على يده رحمه الله على الكبره معروف الكرخ أيضاً يسلم والده على يده وهم صبير صغير أقعد الله من جلا يقول لي والديه وهو الطفل أحب أن تهبان لله الكب يشفظ الضرآن والتعاوه من عشر الكارات ولم يتجاوذ العاشر من عمره هذا الشيء لم يشفظ إلا له ولولا إلا الثقاتهم الذين حدثونا لقد طرحنا حديثهم كذلك أصدت الإسلام قومي شباباً مخلصاً بحر المنينة وعلمهم تماماً فكيف قلنا فيغلى أن يغيّد أو يرون وما فتن الزمان يدور حتى بطار المجل صفهم آخرون وأصبح لا يلا بركب قومي وقد عاشوا أهمتهم سنينة طرح هل يرجع الماضي فإني أذوق لذالية الماضي حنيّة هؤلاء هم شبابنا ولا يمكن أن يكون من يبنيت المتصفرين خلق الشاجة جواً كما كان لها أولا شباباً بغت الله يورك في القآن العظيم ونفعني ويأفر بما فيهني الآيات والبواعد والبكة الكي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أستغفر ويأطور لي أستغفر الحمد لله على المعامل والشكر له على فضله مبتنانه ولا الله إلا الله تعظيمه وشاكه وصلى الله السلام وبرك على خير ذاقه محمد وعلى آله ورطوله وعلى آله ورطوله وعلى آله My dear brothers and sisters today as a woman and as a community we are facing a crisis and in particular among the youth we are facing the crisis of role models when a young person that is growing up in his day and age he looks up he can hardly see a role model and perhaps he thinks that the football star or the musician or the movie star is the role model to look up to but this is not the case and that is why and that is why I say to the youth of the Umba that we need to read a history a bit in order to derive from it some blessings so that it may become the stipulate that motivates us to go forward this journey of life and how beautiful is history and how beautiful is history if it is the history of such people such beautiful role models that have been mentioned that have been mentioned in the glorious history of this man Allah Azza wa Jal will speak to his prophet sallallahu alayhi wa sallam look at how important it is to have the wrong thought to invite you none other than the greatest human being who ever walked on the face of this man none other than the best of the best Muhammad sallallahu alayhi wa sallam when Allah related to him the stories of the previous messages he said to him O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam these are the ones that Allah has guided so follow and guide us if he Muhammad sallallahu alayhi wa sallam he needs to have role models however our past is always even more so we need to have role models the examples that I want to share with my brothers and sisters as well they were not superhumans they were not created for metal they were not created for anything except blood and flesh just like human beings however they had this distinctive character that characterizes every successful believer on the face of his life they had lofty aspirations they had great missions they had great missions they were not slaves of their stocks they did not live life in order to Christ design the glory in order to live a life of unprohibits in order to stand out of the rest in terms of material but they lived life in order to leave a legacy for the Muslim Omar so how great it is why they find the people who have left us the legacy that we are talking about in this day and age and these are the examples are you know what a young boy who grew in the household of Muhammad and he took his knowledge directly from the mouth of the prophet And this young boy growing up in order to become a youth للأسياء كبيرا لتنفيذ كتي المرأة أبيض من أن يحمل لأنه لماذا قال هذا لا يهم لأعطاء المرأة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان في التعبير أخبرت نفسه وإنه محلوم أخبرت إليه وإنه يأتي إلى الشرطة على حوالها أخبرت الأنسان صعبت أشخاص جميعهم قوة سوى Jews والعقائل بعدها تتعامل لكي يتحق واحد ولكنو قال انه وزعنا انهbuds قتل المترجم الجهب القدر من الجنة أمانو تتدوروا إلى الفيديو فهو من الإيقاف كانوا معاً وفيما من الأقوى فهي أنبه يمكنه المنزل أفضل أكثر من أمر من أمر لذلك يستمر وفيما تتحولوا مهولة فهو قلت and so the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم he corrected them there and then إِطْعَبْتُمْ فِي إِمَارَةِهِ فَقَالْتَعَبْتُمْ فِي إِمَارَةِهِ if you criticize his leadership remember when you criticize the leadership of his father the great father the one who came before him he too was a leader and the commander of the army and so the Prophet said you criticize his father and the same way you criticize him by Allah his father was one of the most beloved people to meet and his son is also one of the most beloved people to meet وَأَيْمُ اللَّهُ لَقَكَّ الْخَلِقَةَ مِنَارَةِ and the reason why I gave him the mantle of leadership is because he deserves to be the leader of his family and so he conquers and he wages more than all else until he reaches the town of ships more than days more than days and that whole and happiness the Roman emperor when he heard when Jusufa had done all the way marching to Palestine he had no alternative but to flee he did not have the courage to face him and his army of Allah the prophet the one that the prophet one day he took it by his hand and he says listen to this testimony وَاللَّهِ الْمُعَانِ إِذْ إِذَا مِحْبُكَ وَاللَّهِ الْمُعَانِ إِذَا مِحْبُكَ وَاللَّهِ الْمُعَانِ learn how to recite the poh'an from four individuals and curiously each and every one of these four people who are young and youth take it from عبد الله وَاللَّهِ الْمُعَانِ وَسَابِهُ بِالْمُعَيْفَ and the way you will be careful and the way you will be careful and to crown the corner of this young person أغلق وعلم من تحرق أنه ماعيه من حجالة و شرام كان ذلك نعلم منه النعلم من الإسلام فإن الإسلام هذا الناس النعلمين من الشرام هذا الناس فإن صاحب وآمه مجزئة ولم يتوقف وإن ضعه يدور إلى روح وفظر وعرف فربما من الوصول وقالوا لغاية الجبل سهلا شوار جعلت وقالوا لغاية الجبل باستخدم الم Willim فقالوا لغاية الحرب وكان يتحدث يجب أن يتمكن مستعمل إلى الناس تلك كيف أسداره لكن أولاً يجب أن يتمكن من أشياء الع galah وإنما تستدره أسلح أن الله يجبوا أن تقوموا بحكي تتبع بصير twice a day. وإذا لأهرباً تتبع سنعر الله يجب تطبيق المؤسد أن تتبع من المنزل لن يكون تزال طاق وارد من أعيوس المنزل ولم تأخذ أحيان من نفس المنزل ومن يقول أن من نشاهد وضعه مصنعه ومن النشارسات في العكس ومن الاسفل ومن ثم وضعه من الوحسن من هناك الله سبحانه وَإِن أَن مُسْلِمِ هُمْ أَن مُسْلِمِ فَقَرَهُ لَقَرَهُ الْحفنة ان يقوم بها وآَن يُجِد هُمُسْلِمَ ليوم ، لكني لا يوجد معي فيما يوم الحالي، أو يقضي الكرام التي يمت فيها العلماء ، أو يقول حج أو حج ، أو يقضي مباشرة Although يوجد مباشرة في العربة الأخيرة ، ارى ، القاتل الذهاب فيذاً، ما يوجد الأفضل المجرد في توافيز المشاركي، ما يوجد الأفضل فيها معي ، فإيضاً ، أرى أن تكون ستكون تضائماً شيئًا The country is a common deal with kings and kings. At that time you will only find worshipers and statues. And others will worship them. And others will worship different forces of nature حتى يومي لا يوجد محمد البرازي وفقفه وكان يومي 17 عاماً يمتلك المسلمين يجب أن يقوم بإسراء المسلمين ويجب أن يتساعد المسلمين لذلك المسلمين في المسلمين في الدولة المسلمين في البقية في كل مدرات الثالثة. بعد الله, قدمه رؤية لحد محمد بن القازي أفضل عبد المعطي العزيز. كان أخلص عفل عبد المعطي العزيز تخلص عفل عبد المعطي العزيز قال إنه يكون هناك خليفة أمس بلايك الوكس إنه يجب إلى عبد المعطي العزيز عمر بن عبد العزيز he was influenced by his son عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز عبد الملك was only 16 years old but he was an exemplary character عصر بن ربي مكر he says that I spent the night in the house of عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز this is only a tiny little glimpse from the life of a pious man he says we pray Gishe and every man went to sleep look 16 years old and he says every man went to sleep this is how they used to be they were raised young to become men at a young age so he says we went to sleep but عبد الملك he woke up and he performed a lusher and he stood up with nine grand and he was reflecting on what he was reciting in particular in particular this very powerful word in which Allah says and he says وَفَلَقَيْتَهُمْ مَا تَعْنَا هُمْ سِدِينَ ثُمَّ جَارَهُمْ مَا كَانْهُ عَيْرُمْ مَا لَفَنَعْهُمْ مَا كَانْهُمْ مَا كَانْهُمْ تَعُرُمْ and he kept on repeating this verse and he was weeping at the same time this man says I woke up beside the same verse I woke up to sleep I wake up again step beside the same verse over and over again and he was praying for the end of that or something Abil Malik is the one that influenced his father this is what the scholars of Tani say that Abil Malik changed the lifestyle of his father so much so that his father became one of the greatest people in the history of Islam our heroes as the Muslims are all Muslims are many Imam Maliki Minas he was qualified to be a fatwa when he was only 21 years old not because he memorized one moment or he sat in just a little bit until he became qualified by none other than 14 of the scholars of Medina and each one of them said to him بَلَغْتَيَا مَا لِكَ O man you have qualified to teach and be fatwa and in part knowledge and he was only 21 years old and Imam Bukhari the great Imam who wathled the most authentic book after the book of Allah subhanahu wa ta'ala he wathled his first book Al-Tarih al-Kabib when he was only 18 years old imagine wathled the book that is still used today as a reference as a reference in the science of Hadith when you are only 18 years old that is greatness in itself Shaykh al-Islam will be taken when he was a little boy on his way to his teaching to study knowledge he would encounter and the standing with Joshua and the standing with Joshua would ask him questions about comparative religion and he would think even though he was a young boy he was a doule who would be dead and so he would answer his questions and feel his way so everyday the standing would ask him questions until finally ونتهي أعلى الناس وذهب للجوشدا احسنت أحسنت 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 كُطتاياً النappa كانه كامل موسيقى اللامس لقد عددت عاباس بحك بصور السعداد 겠어 أسكنة أسكنة نظم بالغامر المصدرات المترجم للأسفل و العلامة المترجم للأسفل التهاب المترجم للأسفل الجميع من فضلك المهنة من كل من التأثير في المترجم الكلام كل من المترجم الكلام و كانت يرجى لأسفل يدفعه لم يكن أحد الان ان احدهم في هذا الحل و كل شكرا شكرا لديك طريق مكاناً هذا ما يحدث كنون كما تظهر نظر هذه هي ما يحدث كنين من است Meinung وكما يعني ، يبدو أن تمنى مكانت طريق مكاناً وعندما تعرف أن يتخلح المترجمات لتعليقات إلى المرائلات لتعليقات إلى المترجمات. قليلاً أكثر من وقتًا أچهزت هذه المشكلة, هذا ميسرمي. ومن الضوء المشكلة تعتقد أن تحديد هذه المشكلة مع شخص ممتازين بأنها قدر وضع هذه المشكلة تحديد هذه المشكلة. لهذا السبب الانتقال بالفعل لأحيانا أثناء هذه المثال ثم أحصل على أن مرحلة وانا نجد أن نجد سوئنا فهنا نجد السبب التعامل فهنا نتحدث هذه السبب فهنا سوف يتحدث أن تجد أن يجب أن تدريبا ستبري أن نجد هذا السبب الانتقال في اليوم الدنسجة بلدة نجيل مباشرة إلى المعارضة الجميع ومنت تشاهد المعارضة الجميع اليوم سأخبر هذا الكثير من دلسل ومعارضة المعارضة لدينا ومعارضة 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 جميعاً داخل المعارضة ونقوم بسطورة أصبحت بسرعة ونقوم بسرعة هدى المصرات أصبح 13 إنهم يترجمون في سرعة حسنا ونقوم بسرعة وحيدة هذه الأصبحت وعلى المساعدة كانت الأشياء والمساعدة ها نتعلم عن هذه الحسنة وإنما أتصبح أسفل في مقالبه cannot hide. I'm reading the way he messaged it for 170 millones you know what the以外 people are saying كثيراً when people hide it stinks for how long are you going to hide this kind of information and do nothing about it and bury your head in Islam like the peaceful unrestriction هذا هو مقارنة وفقا لقد أخبرتني مع معلومة المتعرفة من السعيد وقد أخبرتني شيئا أماكن 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 من أنظر سنواتي وقد أخبرتني أماكن أخبرتني من السعيد تقريبا إلى المسكين وقد أخبرتني و يجب أن تخلط مع المسخدر عن اللعيف و يجب أن يخلط فيه هذا السلام الممتاز comentائي فهاها مصدر و يجب أن تلتون مع الأمر لانتصم أنا تلتون ولكن أيها الممتاز فهاها مصدر Black and young boys. One self-confessed brother, he says boys and girls abuse guns and they engage in fornication because obviously it is very expensive to feed this heaven because they't does. I know some people sitting in the audience here they say we moved on a time for themselves and see we came to Kavalai. لأما كان هذا المشكلة فإنه ولم أن هذا المشكلة وبالتالي يدعى للقاعدة وما هو وقاله أمي أن تتعالي لك إذا كنت تتعالي في حاليها في كاللجوة في السوراني ومسحة أمي أن تتعالي والآن تتعالي وما يأتي عندما تتعالي أميلا إلى المتحدة وتتعالي أنك مستملة لأنها نجد كافية وما ينفق في أهل العمر من الوصول لأنها هي تجد الأجمال ومثلت سنرحول على سبيل الموضوع من أن تكون لفتحول العام بها لا يوجد في أهل العام سنرحول العام ولكن كما تتجد الأجمال عندما تتجد الأجمال فتحول إلى المنطقة لفتحول العام هما يتساعد الشراءي هناك Можно you poke your heart for that to a responses that we pray for that to know as we go forcal Tegel هاو بات في دي سميه يجب عليك فقط if you come to the mosque with me continuously let your spoons open or every Saturday and Saturday if you come with me to the mosque after salama i am taking you for breakfast and make you happy وأنهم يجب أن يجب أن نتبع وهمتهم لكن احد ثم ت 때문에 شكراً لديهم لديهم إنهم يصبح ليس المستمرين يتظهر في المنزل عن العالم يعيفية المسلمون أو عن أبي الأب الحال عن شيء يتمر وهذا العالم وذلك يظهر في الجارة من ويسهر في اللقاء عندما يسعى بأنهم يسعى بأنهم يترجمون مجردون في جميع المشكلة. وعندما يسعى بأنهم يترجمون في كل مرات الأنفاق بأنهم يترجمون لديهم في النظر. and then you can control it whenever you want to control it. Do this, do that, do this, do that. No. That is what the Swahili community say. If you don't start giving trota, bringing terbiya to the children when they are young then walahi do not expect them when they become teenagers to become people of substance and walahi. The biggest beneficiary of a child who grows up to become a proper individual is what this quality said وَلَا عِذَرُ الْرَيُّ الْرَيُّ الْصَعِشِ يَسْتَغْفِرُ بِنَبِيهِ شَتَّى يُغْفَرْ لَهُ ثُمَّ تُغْفَعْ لَجَتَهُمْ جَدًا That a pious child will keep on asking for Allah's forgiveness for his father and he Allah who gives his sins and even in addition to that Allah will elevate his savior to their gender long after we have died we have disappeared from the face of his heart and our children are still made to our hearts. Do we raise our poor children to go to gender? Do we just raise them up to become just regular human beings? And when we die, they will never remember us even remember us and they will have to ask for Allah's forgiveness Yes, this is the time when schools are closed so there's not the time for crisis and start biting your fingers what am I going to do with my children? سبحان الله Spend time with your children show them love show them care do not be a deafening father just there to provide the assessments of life you're not raising him, I don't want to raise him فَنْلَى الْقَوْرِينَ بِالْقَوْرِينَ حِبْدَ اللَّهِ الْحِرْضِينَ فَنْلَيَهِمْ مَلَاكَةً مُسَبِّحْتُهُوا وَسَبْدُهُوا وَوُسِدُوا فَقَالَ عَزَكَ الْقَائِينَ وَالْلَهُمْ وَلَعَنِهُ وَأَلْتَهُمْ وَعَلَى الْسَبْدِهِ وَالْلَهُمْ فالرجح لما همين ونفس كذب الركوبين وقل النيه عن المدينين وشريم الله روح المسلمين اللهم احديه الماء المسلمين اللهم انديه الماء المسلمين اللهم هدوه ليك روح الجديد اللهم عز الإسلام المسلمين وإذن الشرطة المشريتين ودفع عداء كعاد عدين إباد الله الله يرغب وإعاد الإحسان من تاير الضربة وإذا عفع الشاي والنكاري والبالي يعيدكم عن التاير الضربة وإذا عفع السلام وحب الأمر وحب الأمر شهر على الله وحب الأمر